عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة اجتماعاً لاستعراض حزمتين من الحوافظ الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال واجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال سواء لمساحة المشروع أو تكلفته الاستثمارية وكذلك الاستثمارات الوريدة من الخارج وغيرها من المحادثات